السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم شباب معكم احمد منصور وانا النهاردة بنتكلم عن الدي بروجين جراف ايه هو الدي بروجين جراف مبدئين لازم نعرف الجراف الجراف ما هو عبارة عن مجموعة من الفيرتزيز المتوصلة ما بينهم ما بين بعضها بالـ Edge يعني دية وديية Edge تمام طيب الدي بروجين جراف ده هو هو داي ريكتد جراف يعني ايه داي ريكتد جراف؟ داي ريكشن يعني له اتجاه محدد لازم تيمشي عليه له باس معين فنفترضنا هنا احنا عزين نقول على ده داي ريكتد جراف هحط هنا سهم مثلا يعني في بارتجاه من النود واحد او الفيرتزيز واحد للفيرتزيز اتنين تمام طيب احنا بعد الوقت عزين نقول ايه هو زي ما قلنا هو داي ريكتد جراف عبارة عن مجموعة من السكوانسز اللي عندنا اللي اللي عملناها عن طريق مجموعة من الكيمورس طيب ايه هو الكيمورس اساسا الكيمورس ده هو مجموعة البوليمر اللي نقدر عمل منها او تكوين للسكوانس بتاعي فمثال لو انا عندي سكوينس اي 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 تمام وعايز اقول له يعني اقسمه بواحد بوليمر تمام بواحد بوليمر يعني ايه يعني يبقى عندي مسلا اخذ واحد كده واقسمه او اخذ واحد كده واقسمه يبقى في الحالة ديت بوليمر يعني يبقى عندي الاتنين بوليمرز بتوع يبقى مين الاي ايي لو انا قسمت يعني اللي هو دول تمام طب لو انا بقى السنتبال واحد يبقى التو ليفت بولمورد بتاعي اللي هم مين اي اي برضو اللي هم دول صح كده تمام ناخد مثال تاني مسلا لو قلنا السيكونس اي اي بي تمام فمعنا السيكونس ده وهنقول ان احنا بنقسمه برضو بالوان مير اهو الوان مير فيبقى انا هجا اقول له التو رايت بتاعه مين هاخد اللي على اليمين وابقسم بواحد هتبقى ال اي بي طب التو ليفت بتاعه مين هيبقى دول اللي هو ال اي اي صح كده تمام طيب في بقى حاجة مهمة اولا اللي مش عامل جزئية ديت هي ببساطة خالص عامل تكون بتعمل اسبلت على الاندكس فاكرين ده اللي تسبلت في السي شارب او الجافا سكريبت كنت بتديها مسلا كراكتر هنا كده وتقسم بها السترينج وترجعلك مجموعة من الاريز اهو مجموعة الاريز اللي بتكون كل جزء دي بس اسف مجموعة الايتمز اللي في الاري اللي بتكون كل جزء من السترينج هي بالزبط دوم اهو يعه ده جزء في الاري وده جزء في الاري تمام الفرق هنا في الكامر انت بتسيب الجزء المشترك مش زي اللي سبلت كنت بتشيله وده هيفرق معنا جدا في ايه بقى في الجراف نفسه اللي احنا عايزين نعمله تمام فاحنا وجدنا نمسح كل الكلام ده نيجي بقى نتكلم عن الجراف طيب احنا دلوقت يكوننا مجموعة الكامرس دي تمام فايبقى احنا كده عايزين نعمل لها الجراف وهو ده هيبكت الجراف ابقى انا هجي اقول عندي فيرتكس فيها الاي اي اي اهي وعندي فيرتكس تانية فيها الاي اي برضو وهعمل ما بينهم كده ايج واوصلها واقول له مثلا يعني السام بيوضح اهو فيبقى انا عندي كده ايه ده السكوانس بتاعي ما باجي اكونه بقى لو انت خدت النهاية من هنا ما تاخدش البداية ولو اخدت البداية من هنا تاخدش النهاية اللي هو بمعنى انا عايز اكون السكوانس من الشكل ده او الجراف ده هيجي اقول له ايه مسلا وهاخد ال ال معايا هنا ما جيش هنا بقى اخد ال ال في البداية هاخد اللي بقيت السكوانس فيطلع لنفس السكوانس هوا تمام طب لو جينا على المثال ده مثلا فيبقى عندنا برضو الليفت ايه 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 تمام وعندنا ال رايت ايه بي واعمل ساهم بنا منه لو جيت اكون السكوانس من الجراف هيبقى نفس الفكر ايه ايه وماخدش الايه المكررة من هنا بقى كده بيه تمام طيب لو جينا هتكلم بقى عن السكوانس اكبر شوية وان افطارد مسلا السكوانس اي بي اي بي تمام وعايز اخد له برضو ال وان مير ال وان مير يبقى احنا كده اتفقين ال وان ديت بتساوي الكي وده معناه في الاااا الكلام بتاعنا ده ان الكيه دي تمام؟ هي تمام؟ بمعنى لو احنا رجينا في الامثال اللي فاتت ديتام كنت بقول فيبقى ده معناه ان بتاعي اللينز بتاعه بواحد تمام؟ فاهو انت فعلا بتبقى وصلته الاصغر حاجة لانت خدت بتوصل كام؟ في الحالة ده؟ الحالة ده بازاي؟ يعني اخر حاجة لو اخدت صبسترينج تاني هيبقى A اللي هو اللينز بتاعه بواحد تمام؟ فانيجي بقى للسيكنز بتاعنا ده هانيجي نقول له لو جيت تقسمه هيبقى سري ر بكام سري ر هيبقى هيبقى A B A والسري لفت بي معلش انا عكستهم يا شباب دي هنخليها الال ده دي بقى سري لفت A B A والسري ر بي A B حلو الكلام ده جميل بس انت كده برضو ما وصلتش ان السبسترينج اللي فاضل هيبقى واحد انت لسه سري اتعايز تخليها فيبقى هتكمل لسه طيب زي ما كنا بنقول للشباب فاحنا دلوقتي وصلنا ايه؟ احنا عايزين بناخد وان سبسترينج طيب تمام؟ يعني احنا بنقسم بواحد فيبقى احنا هناخد الطرف ده كده مرة والطرف ده كده مرة صح فاطلع لنا A B A و B A B طيب دلوقتي في حاجة احنا لسه برضو يعني التلاتة اللي فاضلين في الليفت والتلاتة اللي فاضلين في الراية اللي ما بنجي نقول اللي هو ده يبقى احنا عايزين اخر نوصله ونوقف عنده يكون واحد اللي هو يعمل الاخر يبقى معاك اتنين فلما هتجي تقسمهم هيبقى واحد عشان يبقى معاك مشترك اللي بينه واحد فنقدر نعمل ايه زي ده تمام كده تمام بس خلي بالك في حاجة هنا قبل ما تكمل خد بالك ان ده وده في الاساس حاجة واحدة وما عامل مشترك اصلا هنا مش حاجتين يعني مش حاجتين مختلفتين علشان دي اخرها A بس ودي اولها B افتكر ان انت بتقسم بالتلاتة تمام فالتلاتة دي يعني واخده اتنين مشتركين والوال لسه احنا موصلنا لهوش احنا عايزين واحد مشترك حلو كده تمام فيب انت هتجي تقسم مثلا ده بقى او اللي تحت هتفرق المهم هتعمل انا بقولك هتقوم ايه اللي السري الفت بتاعه هيبقى مين A B طب والسري رايت بتاعه هيبقى مين B A هنا هو بقى هنا هو ده تمام السري الفت بتاعه هو هو السري رايت بتاعه اللي فوق يعني الجزء ده هو 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 مين ده فما هتقرروش معك حلو فتتقوم جاي هنا السري رايت يعني انت ممكن تقول ده السري وايت الوسيط ايه الوسيط او الانتر ميديد تمام السري رايت بقى بتاعنا هنا A B معالش تبقى سوري يعني سوري مش السري أسف هتبقى 2 تمام فيبقى احنا هنا 2 ليفت الاساسي 2 رايت اللي هو الوسيط 2 رايت الاساسي سهلة يا عمنا سهلة يا باشا مش اتخذت السيكوانس هوا اعمل بقى يلا الجراف هيبقى عندك A B ونود B A A ونود A B تمام واتجهاتك واتجهاتك ديركشن عشان تديركت الجراف سهل عملنا الجراف او صح تعال نراجع الحل يقولنا تكون من هنا هيبقى A B A ومن هنا B A B مش هو هو دول صح هو هو مش كده وانت باب بتكون هنا في الحالة ديت كأنك هتعتبره من نود في النص في دماغك كده كأن ديت ما هي الا نود ورايحة على نود ايه تانية هي وتكون عادي بس خلي بالك انت هنا كنت وصلت العامل المشترك تلاتة تمام؟ مش اتنين قاسف يعني ال Lens بتاع هنا في الحالة ديت اتنين مش واحد زي اللي فوق فيبقى انت بتاخد هنا بالتنين اللي في الاخر والتنين اللي في الاول فهتجي تكون هتقوله لو انت اخدتهم من A B A تجي هنا هتكانسل دول وتاخد B نفس السكنس تمام؟ هتقول لي فيه طريقة تانية باش مهندس لرسم الجراف ده هقولك مظبوط عليك نور هتقوم رايح كاتب A B كده و او باش الس و ال B A تمام؟ مش هيت عندك ال A B دي مكررة بص كده بص كده علي بص بص الحركة دي هتعمل هنا تمام؟ و دي هتروح ايه؟ لهنا حلوة؟ هاي اذا One و دي Two تكتبه والبص بتاعك لو جيت تكتبه هيبقى واحد اثنين واحد عشان ايه؟ نفيش حد يقولك ان هنا فيه سايكل لو انت معترف بالسايكل خلاص متعملش الرسمة دي بس دي حاجة معلومة اسرائية انا بزودها لك و خلاص من باب العلم بالشيء تمام؟ طيب نيجي بقى للسؤال اللي بيجي غالبا هو اللي هو موجود في المحاضرة وهيدي الجراف هيدي الجراف يعني احنا كنا كل ده بنشرح ازاي وصلنا للجراف تعال بقى نعمل الجراف نفسه لو قلنا عند الجراف زي ده كده اي اي بعد كده اي بي بعد كده بي بي وبعد كده بي اي حلو الكلام وكاد عليه الاسهم بالشكل ده الاي رايحة نفسها وبعد كده ديت رايحة لدي وبعد كده دي رايحة لدي وبعد كده ديت الرايحة نفسها مرتين تمام؟ اهو وبعد كده تروح لدي هنيجي نكون ماشي عايزين بقى نحله انا عايزك تحله بطريقة راية تمام؟ ايه انت هتلاقي عندك؟ البداية من هنا ايه صح؟ لان الاتجاه للأسهم ماشي كده دي رايحة على نفسها مرة فيبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة صح؟ ستة اوه بقى انت عندك ايه؟ ستة يعني عندك ستة عامل مشتركة فيركز كده معايا بص طريقة الرائقة دي ادى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حال? حال وهم كم حرف اصلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر جميل هتقوم راح كاتبهم كلهم بص كده معايا اي اي بالطريقة اللي انا اقولها لك دي اي 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 مرة كمان يعني اي اي البداية والاي اي بتاعته بعد كده الاي بي بعد كده البي بي بعد كده البي بي بعد كده البي اي اي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة جميل جميل هتقوم رايح بمسك المقردة كده بص اشتب هتطلعك المنظر A A A تمام وهو دا الحال بس بالسهولة دا A A A B بي اي بس كده شباب اتمنى تكونوا استفدتوا ودعوت بسيطة لأخلكم ربنا وفاقكم